لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا قد تكون السيناريوهات الامنية كثيرة جدا التي ممكن ان تحدث وهذه السيناريوهات هي التي ستعجل باجتماع المجلس الاعلى للامن واتخاذ قرار تعيين رئيس دولة ونهاية مرحلة تبون ودخول في مرحلة انتقالية جديدة وفق رؤية جديدة يراها قادة الجيش الجدد في وزارة الدفاع وقيادة اركان الجيش الوطني الشعب هناك ايضا من يتحدث ان استدعاء شخصية مهمة ومن في الاسماء التي طرحت الرئيس اليمين زروال كلي يكون رئيس للدولة بصفة مؤقتة يتم تعيينه من طرف المجلس الاعلى للامن كما هو معلوم ان الرئيس اليمين زروال لديه مصدقية لدى الجزائريين وقد يكون محل اجماع وفق المتغيرات التي تمر بها الجزائر وتقتضي مثل هذا الامر مما يدفع بقبوله بصفة مؤقتة من اجل ترتيب البيت الداخلي في الجزائر وترتيب مرحلة ما بعد التبون وهذا الرئيس عندما يعين يحل البرلمان يحل المؤسسات ومثل هذه الامور وطبعا الدستور هذا الجديد يلغى العمل به يكون الهدف الأساسي للرئيس الدولة الجديد هو الانتخابات الرئاسية لكن هذه الانتخابات ستؤجل إلى ما بعد جائحة كورونا التي ستكون أيضا من الأسباب التي قد يتخذها المجلس الاعلى لأمن كحجة لاتخاذ مثل هذه القرار يقول لك الجزائر أمام جائحة عالمية الوباء انتشر عدد الوفيات سترتفع عدد الإصابات سترتفع المستشفيات ستملأ تضطر المؤسسة العسكرية ستفتح مستشفيات ميدانية هذا الوضع في ظل حرب بين البوليزاريو والمغرب وربما تحدث مناوشات أصلا على الحدود بين الجزائر والمغرب في جهة الجنوب هناك تحدي التنظيم القاعدة في جهة الشرق هناك ليبيا ممكن تحدث أيضا تحركات في جبل الشعامبي على الحدود الجزائرية التونسية في ظل هذه التحديات كلها ستكون تحفيز للوصول إلى هذا السيناريو إخواني الكرام هذا الذي يطرح الآن ومن يقول لكم بأن المؤسسة العسكرية بصدد خلاص استقرت على السيناريو معين لا أعتقد ذلك كل المعطيات تقول بأنها ما زالت في مرحلة نقاش لكن هناك استعدادات لمرحلة ما بعد تبون أيضا لم يجزم بوضعه الصحي الحالي أي شيء المعروف والمتعارف عليه والمعلوم لديهم أن الرئيس في وضع صحي ليس على ما يرام وضعه الصحي مفتوح على كل الاحتمالات إذا طال هذا الوضع وهذا المرض هم يضعون السيناريوهات في حالة أن يطول مرضه في حالة وفاة مفاجئة أو حتى أن ألمانيا تقول لهم خلاص صناب قالوا علاج رح يروح في ظل هذا الوضع الصحي العاجز يعود إلى الجزائر ويبقى يعالج بالطرق الأخرى إلى حين أنه يتوفر علاج أجل الفيروس لأن الإشكالية الآن ليس في حمايةه من الفيروس الفيروس دخل وهلكله سدره المشكلة أنه سدره مريض وهنا التحدي الكبير وكما نعلم أن الرئيس يعني يوما ما ابتسم هذه هي الإشكالية القائمة والمستبر ترى إلى ماذا ستستقر حال المؤسسة العسكرية لحد هذه اللحظة أن المعلومات التي وصلتنا أن الحال لم يستقر بعد ولكن المؤكد أن الجيش أو المؤسسة العسكرية تبحث مرحلة ما بعد تبون هل تكون مرحلة دستورية وفق الدستور القديم وفق الدستور الجديد أو مرحلة انتقالية هي تكون إما عن طريق الرئيس نفسه أو إما عن طريق إجراء يتخذه المجلس الأعلى للأمن كل السيناريوهات ما زالت تطبق لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله